رحاها لما يقرب من دخلين قربنا على السنة والعالم كله واقف متفرق وغير قادر على حد من مخاطر هذه الحرب وغير قادر على حتى إيقافت دعياتها الكتيرة اللي انعكست على خصوصا على الدول النامية إذا كان العالم فشل في هذه الحرب كيف سينجح في حرب على الطبيعة أنا عملا أفكر في فكرة خيالية شوية يا سوز علي هل القادة المجتمعين في شارم الشيخ ممكن من خلال القمة دي يكون هناك تقارب على مستوى الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا لأنه هو هل ممكن تكون بداية جديدة لعلاقات جديدة والأوضاع تهدأ شوية يعني لو قادة العالم الكبار قدروا يوصلوا هم حاضرين بالمناسبة طبعا قدروا يوصلوا لحلول يعني الحاضر أو الممثل عنه يقدروا يعني يضعوا مشاكل هذه لو هم يعني عندهم الحس العالمي أو الحس الإنساني اللي هو مش محلي لا اللي هو على مستوى إن إحنا كلنا في مركب واحد ممكن يغرق بالجميع لو هذا الإحساس ده موجود لكن إحساس التفوق وإحساس العظمة وإحساس أنه المنافسة الكبيرة اللي موجودة بين الشرق والغرب ولموجودة بين الدول الكبيرة الدول اللي موجودة في مجلس الأمن هم الدول دي حتى أفشلت كل الحلول اللي ممكن تقوم بها الأمم المتحدة كنا زمان بنقول على إنه الأمم المتحدة غير قادرة ومجلس الأمن غير قادرين على إيجاد حلول للقضية الفلسطينية وإنه بنشوف الإسرائيليين بيرموا عرض الحائط بكل القرارات الأممية للتصدق الآن الأمم المتحدة عجزة أمام فعل أي شيء تجاه أي حرب موجودة في أي مكان ما هي الأمم المتحدة هي الدول يعني شريكة هي الدول المتصرعة بالضبط شريكة الصراع إذن هناك خلل في المنظومة طيب الأمم المتحدة دي كيف يمكنها أن تقوم على حل مشكلة كونية مثل مشكلة المناخ وتغير المناخ أو الكوارث البيئية اللي بتحصل في العالم كله إزاي الأمم المتحدة عندها القدرة وهي عندها دول تهيمن وتصيدر وتريد التفوق على حساب أي شيء إنساني أو أي شيء آدمي أو غيره لابد أن يبقى إعادة النظر في منظومة الأمم المتحدة في منظومة مجلس الأمن على وجه التحديد لازم يعاد سياغتها إزاي يبقى في قارة هي الأقدم والأكبر والأهم من حيث حتى تقديم المواد الخام للعالم إزاي هذه القارة ليس لها ممثل في مجلس الأمن في الخمسة الدائمين ترجمة نانسي قنقر